بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين نسبه الشريف صلى الله عليه وسلم هو محمد صلى الله عليه وسلم ابن عبد الله ابن عبد المطلب ويعود الحال بنا الآن وكأننا المكان هو مكة والزمان نعتبر أنفسنا في زمن عبد المطلب زعيم قريش جد رسول الله صلى الله عليه وسلم في زمن زعامته لمكة عبد المطلب حصلت أمور هائلة أحداث عظيمة ومنها حدث هائل جاء ذكره في كتاب الله في قول الله جل وعلا ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل المشتهر أن أصحاب الفيل هم أبرهة وقومه والجيش الذي قدم به ومعلوم أن أبرهة من الحبشة وقدم من اليمن وهنا يتبادل إلى الذهن سؤال كيف لجيش يقدم من اليمن أن يكون هذا الجيش بقيادة رجل الحبشي كأبرهة وجوابا على ذاك السؤال أن اليمن بلد الحضارة والعراق والعروبة اليمن بلد عميق في التاريخ وكان بعمقه تتوالى عليه مجموعة من الممالك فمن الممالك التي كانت فيه مملكة هائلة جاء ذكرها في القرآن مملكة سبأ قال تعالى لقد كان لسبع في مسكنهم آية كذلك دولة التبابعة تبع كذلك دولة حمير فكانت هذه الممالك تتصارع فيما بينها من الذي يحكم اليمن حتى كان فترة من الزمن حقبة زمانية استتبى الأمر لحمير لقبيلة حمير وكان من ملوك حمير رجل يقال له أبو نواس زرعته بن أسعد وهو من حمير كان هذا حاكم هذا الحاكم كان ظالما عاتيا جبارا عدا على الضواحي التي حوله ومنها حادثة الأخدود قتل أصحاب الأخدود صاحب الجريمة هذا هو هذا ملك من حمير أبو نواس واسمه زرعته بن أسعد ملك من حمير عاتى على أهل الأخدود وهم في نجران فزحف إليهم بجيش وفعل فعلته القبيحة عندما حرقهم بالنار سمع بهذه المظلمة حاكم الحبشة الحبشة وهي الآن منطقة أثيوبيا وإيرتيريا والبعض يقول بل هي إيرتيريا تحديدا كانت تسمى في التاريخ مملكة أكسوم أو أكسيوم وأي شخص يحكم تلك المملكة في التاريخ يقال عنه النجاشي فهو تسمية ملك سمع النجاشي بهذه المظلمة التي وقعت في أهل نجران وكانوا من النصارى الموحدين وهو كذلك على النصرانية فبعث بجيشه من الحبشة إلى اليمن لمنع هذه المظلمة وكان قوام جيشه من الحبشة إلى اليمن سبعون ألفا يقودهم رجل هو قائد جيشه يسمى أرياط فالتقى أرياط بأبي نواس ملك حمير واصطدم الجيشان وانتصر أرياط وبذلك أصبح حكم اليمن بيد النجاش حاكم الحبشة الذي جعل أميرا له على اليمن هو أرياط استمر أرياط في حكم اليمن سنين ما شاء الله أن يكون ثم قام رجل من جيشه يسمى أبره الذي سنتكلم عنه خرج هذا الرجل وهو أبره يريد الانقلاب على أرياط فجمع جيشا والتقى الجيشان جيش أرياط وجيش أبره وكلهم من الحبشة من الذي سيكون له زعامة اليمن فقال أبرهة لأرياط أبرز إلي وأبرز إليك فنقتتل ومن يكون له النصر يتبعه الحبشة قال أجل والتقى الرجلان وهما يسترعان ضرب أرياط أبرهة فشرمه شق جبهته بجزء من عينه مع أنفه وشفته فسمي أبرهة الأشرم لكن أبرهة كان قد أعد مكيدة لأرياط قتله بها وقتل أرياط أصيب أبرهة وقتل أرياط وأصبح الحكم لأبرهة علم النجاش بانقلاب أبرهة على أرياط حاكمه فغضب لذلك وأقسم أنه لا يطأن أرض اليمن ولا يقصن ناصية أبرهة وكانت هذه علامة الإهانة الناصية خصلات الشعر المتقدمة من الرأس سمع أبرهة بقسم النجاش وخاف على نفسه أن يقتل فأسرع مباشرة بحلق شعر رأسه كله وكذلك أخذ ترابا من أرض اليمن وجمعه في جراب وأرسل ذلك إلى النجاش وكتب له كتابا وقال في كتابه أيها الملك إنما كان أرياط عبد لك وأنا عبد لك واختلفنا في أمرك وسياسة دولتك باليمن فاقتتلنا وكان الحكم لي وها أنا ذا أقدم بين يديك التراب والناصية حتى تبر في قسمك فسكنت نفس النجاش وثبت حكم أبره على اليمن أبره وهو في اليمن حتى يزيد من ترضية النجاش قام ببناء بناء ضخم هائل وسماه القليس بنى بناء هائل كنيسة ضخمة وسمى هذا البناء القليس من أجل ترضية النجاش أن لا يقتله مقابل الغدر الذي كان منه حيال أرياط قائد الجيش وأجهد نفسه أبره أجهد نفسه في تحلية هذا البناء وبث الزينة فيه حتى يقال أنه كان أبره أنه كان يطعم بناء القليس بالذهب الخالص حتى يضف المهابة على هذه الكنيسة ويرضي النجاش في الحبشة وكان يسابق الزمن في بناء هذا البناء ترضية للنجاش أن لا يقتله فأجبر أهل اليمن على البناء وعذبهم في ذاك البناء وأكثر من العمال التي شاركت أكثر من أعدادهم وزاد عددهم وهم يعملون وهو في هذا السياق أمر قبائل العرب بترك الحج إلى مكة وهجر البيت العتيق الكعبة المشرف والقدوم إليه في اليمن في صنعاء من أجل إتمام النسك على زعمه في القليس لأداء النسك من حج وعمره كل ذلك ترضية للنجاش وأيضا استجلابا للقوافل التي كانت تقدم إلى مكة بالتجارات والأموال والبضائع والسلع لتكون عنده في اليمن فيزداد ثراؤه فعلى كل ذلك إلا أن العرب كان منهم بل جلهم كانوا متمسكين ببقايا من دين إبراهيم ومن تلك البقايا تقديس البيت العتيق تقديس الكعبة المشرفة وهنا مسألة أن الأمر المقدس والأمر العظيم يكون باختيار الله له مثل قول الله جل وعلا إن الصفة والمروة من شعائر الله الله جل وعلا اختار هذا الجبل الصفة واختار هذا الجبل المروة ليكون هذان الجبلان من شعائر الله تقام فيها العبادات الله جل وعلا شرع ذلك وليس لأحد أن يختار موضعا فيعظمه بعيدا عن شرع الله مكانا أو زمانا أو شخصية هو الله جل وعلا هو الذي يشرع الله يصطفي من الملائكة رسولا ومن الناس بث أبرها الكلام بين العرب وأرسل من ينشر بينهم القدوم إلى صنعه فأبى العرب القدوم إليه فأغضب أبرها على ذلك واشتد غضبه عندما خرج رجل من العرب ودخل القليس ليلا فلطخها بالعذرة أكرمكم الله النجاسة والقذارة فأصابه الحنق وغضب غضبا شديدا أن لم تنجح مؤامرته على البيت العتيق بصرف الناس إليه في القليس بدلا من مكة المكرمة والكعبة المشرفة وزاد حنقه حين قام رجل من العرب بتدنيس هذا البناء الذي أنفق عليه المال الكثير وأراد له المكانة والقدسية فازداد غضبه وأراد وعزم العزم على هدم البيت نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب ترجمة نانسي قنقر